مرحب بحضراتكم شؤون الكرام ومتابعة طبعاً إخبارية لزيارة الرئيس السيسي اليوم إلى أرمينيا زيارة مهمة جداً وهي الزيارة الأولى لأول رئيس مصري يزور دولة أرمينيا الحقيقة علاقات مصر وأرمينيا علاقات تاريخية وعلاقات وثيقة وطبعاً الجالية الأرمينية جالية كبيرة في مصر والحقيقة طبعاً هذه الزيارة تبحث أفاق التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما بين مصر وأرمينيا الحقيقة زيارة مهمة جداً وهي بها حفاوة كبيرة من الجانب الأمريني الأرميني نظراً أن هذه الزيارة تمثل أول زيارة لرئيس مصري يزور هذه الدولة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991 حيث علاقات ممتدة ما بين مصر وأرمينيا على مدار السنوات الماضية علاقات دبلوماسية تمتد لحوالي 30 عام حينما اعترفت مصر فوراً فور استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991 وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر عام 1992 حينما أقامت أرمينيا إلى مصر سنة 1992 ومصر بدأت العلاقات الدبلوماسية مع أرمينيا سنة 1993 بإرسال بعثة دبلوماسية إلى مصر الحقيقة علاقات ممتدة وعلاقات تاريخية تجمع ما بين البلدين يسودها طبعاً كل ود وتفاهم واحترام ما بين الجانب المصري والجانب الأرميني هذه الزيارة إلى أرمينيا تأتي في إطار الجولة الأسيوية التي قام بها سيد الرئيس إلى أو قام بها سيد الرئيس إلى الهند ثم أذربيجان وأخيراً إلى أرمينيا تحية منذ قليل تابعنا مع حضرتكم الاستقبال الرسمي للسيد الرئيس في القصر الرئاسي من الرئيس الأرميني نتابع أيضاً من جديد هذا الاستقبال ونتواصل في حواري مع ديفي الكريم برحب به نستاذ ناجح النجور الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد والعلاقات الدولية مشارف نستاذ ناجح أهلاً بك أستاذ عبد أهلاً وسهلاً بحرشتك طيب نشوف الاستقبال ونعود من جديد نبدأ الحوار نتابع نتابع مع حضرتكم شاهدين الكرام الاستقبال الرسمي للسيد الرئيس في القصر الرئاسي وبالطبع الاستفاف لحرس الشرف يكون في استقبال السيد الرئيس في تقاليد متعارفة عليها على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وهناك حفاوة كبيرة بزيارة السيد الرئيس إلى دولة أرمينيا الصديقة أستاذ ناجح يمكن هذه الزيارة مهمة جداً بكوار أو الرئيس مصري يزور أرمينيا على مدار طبعاً 30 سنة مدى استقلالها من التحاد السوفيدي سنة 91 نعم من الواضح أستاذ عمرك حضرتك تفضلت في المقدمة أن الاستقبال للرئيس السيسي في أرمينيا دلالة أو يعطي إشارات أو دلالات على تقدير الرئيس من قبل الرئيس الأرميني والشعب الأرميني من جهة ودليل على عمق وأهمية مصر كدولة كبيرة في المنطقة استراتيجياً وجغرافياً كمان أن الرئيس السيسي دي أول زيارة اعتبر لرئيس مصري منذ 30 عام ومنذ استقلال أرمينيا عن التحاد السوفيدي في عام 1991 كذلك تبعها في عام 1992 توقيع اعتفاقات دبلوماسية وتمثيل دبلوماسي بين أرمينيا وبين مصر وصفها الرأي العام الأرميني والرئيس الأرميني بينها زيارة تاريخية لأول رئيس مصري يزور يريفان كزيارة رسمية وهذه الزيارة قد طال انتظارها يؤكد أيضاً على أن توجه القيادة السياسية منذ 7 أو 8 أعوام الماضية في فتح علاقات شراكة فتح علاقات جديدة أفاق جديدة للاستثمار للتبادل التجاري للتبادل الاقتصادي مع دول مع النور الأسيوية بشكل عام وبعد الدول أو أسيا الوسطى بشكل خاص منها طبعاً الشعب الأرميني طبعاً له مكانة عند الشعب المصري كذلك الشعب المصري يعتز جيداً بالعلاقات مع أرمينيا هناك خطوط اتصال بين شرم الشيخ وإن كان سيتم تفعيلها على خلال الأيام أو الفترة المقبلة بين شرم الشيخ وبين العاصمة يريفان حضرتك هناك برضو أيضاً جالية كبيرة للشعب الأرميني في مصر ممكن من خلالها أن يتم توضيط العلاقات بين القاهرة ويريفان في مزيد من التواصل هناك طبعاً علاقات أخرى تربطنا بأرمينيا هناك علاقات تاريخية علاقات ثقافية سيتم تحديث وتنشيط مثل هذه العلاقات مرة أخرى وزيادة التمثيل الاستراتيجي بين مصر وأرمينيا طيب الحقيقة ستنجحين قبل أن نتعمق أيضاً في العلاقات المصرية الأرمينية الحقيقة السيد الرئيس قام بجولة أسيوية مهمة جداً مجموعة من الدول داتة بعده مهمة جداً الهند من أكبر الدول الموجودة في الاقتصاد العالمي تنتمي لمجموعة الجي عشرين أو مجموعة الدول الصناعية الكبرى استثماراتها كبيرة ومتميزة في القطاع التكنولوجي يعني الحقيقة لم تبخل مع مصر من الحرب الأوكرانية الروسية كانت من طلاق الدول التي بدرت في صفقات القمح ولم تبخل على مصر إطلاقاً علاقات متميزة جداً وطبعاً رفع المستوى الاستراتيجي للشراكة ما بين مصر والهند ده العاية دول على أن هناك يمكن خطة مدروسة للدول التي يتم مزاريتها من قبل السيد الرئيس حضرتك سؤال مهم جداً وكما تفضلت أنه جولة الرئيس لأسيا أو الجولة كانت أولى محطاته الأسيوية هي الهند طبعاً الهند دولة كبيرة جداً متقدمة تكنولوجياً وفي الأمن السبراني متقدمة صناعياً متقدمة زراعياً لو تذكر أستاذ عمر منذ 20 أو 30 عاماً كانت الهند تعاني أزمة اقتصادية أو فجوة غزائية دلوقتي تحولت من الفجوة الرزائية التي كانت تضرب الهند منذ 20 أو 30 عاماً إلى تحقيق فائد في الإنتاج الزراعي ومن ثم التصدير إلى بعد البلدان الأخرى الهند دولة كبيرة اقتصادياً بالفعل كانت مصر طبعاً تحتمل على الاستراض من القمح والزورة من الدولتين اللي فيها نزاع الوقتي للدولة الروسية الأوكرانية ومن ثم لبت الهند الدعوة ويعني تم عقد إبرام أو استيراض صفقة خمحة كبيرة من الهند وتعد هي شبه بديلة للسوق الروسي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن الهند طبعاً تخطط لي إنشاء شراكة كبيرة اقتصادية في مصر لديها طبعاً التكنولوجيا الحديثة بل هي تعتبر من مقدمات أو من أوائل الدول المتقدمة تكنولوجياً كذلك صناعياً كذلك زراعياً وصل الاستثمارات الهند حالياً في مصر تتجاوز 3 مليار دولار أو 3 مليار ونص دولار مع زيرة السيد الرئيس إلى الهند وعقد ودعوته في أولى محطاته الأسيوية ده سيفتح أفاقاً جديدة للتعامل أو التبادل التجاري التبادل الاقتصادي عايز برضو أشير لحضرتك في نقطة هنا ليجب أن نستغل زيارات الرئيس المهمة إلى دول مهمة ذات اقتصادات مهمة مثل الهند أن تقوم مرضو الوزارات أو الجهات المعنية بدورها لترجمة هذه الزيارات المهمة لأرقام على أرض الواقع يعني مثلاً من هناك أن مثلاً عندنا وزارة السياحة وزارة الزراعة وإن كانت طبعاً حصل طفرة نوعية في الصادرات بوجه عام في عام 2022 رغم أزمة كورونا من جهة وما رغم الحرب الروسية الأخرانية من جهة أخرى ولكن في ظل السعي إلى فتح أفاق جديدة أسواق جديدة قد حدث تغير نوعي في حجم الصادرات أنا أؤيد على أشير العصص عامل لنقطة على الرئيس أنا طبعاً أؤيدها جداً وهي أن مصر دولة كبيرة ينبغى أن تكون فطيرة التصدير الفطورة التصديرية لمصر تصل إلى 100 مليار دولار وهذا يعني في ظل ما يحدث وفي ظل الخطوات التي تتخذ الدولة المصرية طبعاً في ظل مثلاً بناء أو العمل البنية التحتية قادرين إن شاء الله على السنوات القادمة القليلة المقدمة أو القادمة أنه يتم رفع هذه الفطورة التصديرية إلى 100 مليار دولار العام في 2022 تم تجاوزنا 45 مليار أو 50 مليار دولار فيما بين صادرات زراعية سناعات غزائية منتجات نفطية بوترولية غاز مسال وكذا الهند طبعاً لها طبعاً متقدمة أيضاً في الطاقة المتكددة تم طبعاً التوصل في زالة الرئيس إلى شركات جالس الرئيس في اجتماع مهم جداً مع رجال أعمال بارزين في الهند وشركات ورؤساء كبرى الشركات الهندية تم الاتفاق على تنسيق استراتيجي أعلى في الصناعات والشراكة الدفاعية والصناعية والزراعية والتكنولوجية والطاقة أيضاً ما بين خلال جولة الرئيس الهند وما أشرت إليها حضرتك أنه لا بد كما ذكرت أنه استغلال مثل هذه الزيارات التي تفتح أفاقاً جديدة تقوم بها القادة السياسية لفتح أسواقاً جديدة شراكات جديدة لكن على الجهات والوزارات المعني أن تقوم بدورها في ترجمة هذه الزيارات إلى أرقام على أرض الواقع في الحقيقة برضو سوزنا جحيم كان السوق الهندي سوق كبير جداً نتكلم على حوالي مليون ربعمائة مليون نسمة يعني الأرقام المتبادلة ما بين مصر والهند أرقام متوضعة جداً في ظل طبعاً كبر أو تاني أكبر دولة الهندي حيث عدد السكان بعض الصين نعم لازم مصر تتفتح أكثر مصر يكون لها أفاق للتبادل التجاري أكبر مع الهند في ظل طبعاً كبر حجم السكان الكبير يعني بالنسبة للهند تمام تمام حضرتك سوز عمر كما ذكرت الهند دولة كبيرة فيها تعداد سكاني كبير حجم سوز عمرتك محرك تفضلت 3 مليار أو 3 مليار ونصف كما أشرت في بداية الحديث إنه يحتاج إلى ارتقاء أعلى وهذا ما قام بالرئيس يعني خلال جولة الرئيس هو بالفعل جلس مع رؤساء شركات اقتصادية ورجال أعمال بارزين هنديين الهند ترحب وتقدر جيداً دور مصر الاستراتيجي المحوري الجغرافي في الشرق الأوسط مصر تمثل الدول الأسيوية عمتاً أو العالم البوابة إلى القرى الصمراء هي الرابط بين آسيا وبين أفريقيا فذلك تم تهيئة الجو أو المناخ إلى إنشاء بعد الاستثمارات أو دخول بعد الاستثمارات نجاحنا على المدار السبع أو الدولة المصرية خلال السبع أو ثمان سنوات الماضية مثلاً في البنية التحتية باع كبير في البنية التحتية تحول العجز من الكهرباء إلى فائد يعني على الوقت عندنا فائدنا الكهرباء بنصدر الوقت لدولة مثل الأردن فيها يحصل ربط كهربائي مع السعودية تصدير فيه كهرباء تصدير إلى ليبيا وإن كانت طبعاً تتطرق الدولة أو خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع هذه القيمة التصديرية كذلك أنه يعني في عشرين اتنين وعشرين حدثت تطورات ومن ثم أنه الهند كدولة مهمة في هذه أو تمتلك الخبرات التكنولوجية في قطاع التكنولوجيا والأمن السبراني والطاقة والزراعة يمكن أن نستغل هذه الشراكة للارتقاء إلى أعلى ما هو أعلى من ذلك مع الجانب الهندي كل حجم الاستثمارات أو استثمارات مصر الهندي في مصر هي كما ذكرت 3 مليار أو 3 مليار ونص ينبغي ترجمة هذه أو زيادة هذا التمثيل إلى ما هو أعلى وشير حدثتك إلى نقطة مهمة احنا عندنا دولة في مثلاً تركيا العام الماضي رغم كورونا القطاع السياحي في تركيا دخل تركيا زائرين سياح أكثر من 40 مليون سائح ناتج عن ذلك حصيلة دولارية تجاوزت 35 مليار في حين أن مصر عندنا الأقصر وحدها في مصر هي وجهة سياحية كبيرة بالنسبة للعالم فيها سلس أو تلت آثار العالم في الأقصر فقط فبالتالي يبقى هنا دور لوزارة السياحة هي تنشيط السياحة لا دور يعني كل الجهات عليها أن تقوم وتعمل بجانب الزيارات المهمة للرئيس خارجياً كي يتم استثمار هذه الزيارات على الأرض ومن سمى إحداث نوعية أو تقدم كبير وتحسين الوضع الاقتصادي طيب كان فيه برضو العاقب زائرة الهند الانتقال المحطة تانية كانت الحياة ضربيجان يعني من الدول المهمة جداً بالنسبة للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وضربيجان علاقات تاريخية علاقات ممتدة أيضاً وجهة كانت للسيد الرئيس ومحطة تانية نعم هي فعلاً بالفعل كانت تانية محطات تجارة الرئيسة الأسيوية أزربيجان دولة مهمة جداً في علاقات تاريخية بين مصر وبين باكو كان برضو هناك ترحيب خوي وكبير وترحيب كان هناك حفاوة للسيد الرئيس كذلك الدليل على تقدير الأزربيجان للدولة المصرية لأهمية الدولة المصرية واستراتيجية الدولة المصرية في المنطقة يمكن هناك طبعاً مصر لا تقف على الحياة دائماً من كل الدول حتى بشكل الخلاف أو نزاع الحدود ما بين أزربيجان وأرمينيا مصر في نفس التوقيت دلالة على نجاح القيادة السياسية في الوقوف على حدة من كافة الأطراف مراعاة المصالح المشتركة ليس لمصر فقط بل للطرف الآخر أو الدولة الأخرى هي أيضاً مستفيد ففي نفس التوقيت تمت الزيارة ما بين أزربيجان والتوجه من بعدها إلى يريفان أرمينيا فدي دلالة على نجاح الدبلوماسية المصرية القيادة السياسية في أن مصر دولة محايدة تراعي المصالح المشتركة سواء لمصر أو للدولة الأخرى بصرف النظر عن أي توطر سياسي فيما بين الدولتين طيب برضو يمكن فيه تقدير كبير من الجانب الأرميني لأن مصر بتقف على الحياة طبعاً في مشكلة ما بين الحدودية الحدودية ما بين أرمينيا وأزربيجان وبتحاول مصر الحياة يعني تكون على الحياة ما بين الطرفين وهي مشكلة الخاصة بإقليم كرابونجو كراباخ اللي هو الإقليم متنازع عليه ما بين الطرفين خلينا طب نهتل على موجز الأخبار ونعود نتطلق لهذه النقطة تحديد هذا نرحل زميلتين أجلال جعفري وموجز الأخبار ونعود من جديد لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر